بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية صفحة 274 ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يُجرِي الله على أيديهم من خوارِق العادات أي ما يُخالِف العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القُدرَة والتأثيرات قال المُعلِّق قولُه أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القُدرَة والتأثيرات أي أن كرامات الأولياء وهم المُمنون المُتقون ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين علمٌ وكشف وقدرةٌ وتأثير أما الأول فكأن يُعلمُه الله ويُطلِعُه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقضَةً أو منامن كما حدَّث لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في قِصَّة يا سارية الجبل أمير المؤمنين عمر يخطُب الناس يوم الجمعة وهناك قائد اسمه سارية في الجهاد في سبيل الله فالله سبحانه أطلع وعرف عمر رضي الله عنه أن سارية في الجهاد في سبيل الله وأنهم يُخشَى عليهم من العدو فقال عمر وهو على المنبر يخطُبهم الجمعة يا سارية الجبل يعني نادى القائد أن يقف عند الجبل حتى لا يدخل العدو عليه والله بلَّغ هذا الصوت إلى ذلك القائد ونفع الله به فهذا من كرامة الله إعانةً له على الجهاد وإعانةً له في سبيل الله وأما الثاني القُدرَة والتأثير فكأن تكون له قُدرَة وتأثير على الأشياء ليست لغيره كما وقع لمريم عليه السلام وما حدث لأصحاب الكهف مريم عليه السلام رزقها الله بعيسى آيةً من آيات الله تعالى فأصحاب الكهف وأصحاب الكهف آمنوا بالله وخرجوا من أعداء الله ودخلوا في الغار فأنامهم الله ثلاثمائة السنة وازدادوا تسعة ثم أيقظهم سبحانه وتعالى وحفظهم من عدوهم فهذا من كرامات الله للمؤمنين يعينهم على طاعة الله تعالى ويحفظهم من أعدوهم وعن صدر هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة الله يعين المؤمنين في سبيل الله وقد تواثرت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقاع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم والكرامة أمر خارق للعادة يعني مخالف للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه يعني المؤمنين المتقين أولياء الله المؤمنون المتقون معونةً له على أمرٍ دينيٍ أو دينيوي ويفرِّق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة لا يكون فيها دعوى النبوة ويتضمَّن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمُّها أولًا أنها كالمعجزة تدلُّ أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه فعالٌ لما يريد وأنه لا فوق هذه السنن وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننًا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم ومن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدَّة الطويلة ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة ما حفظه تعالى لأبدانهم من التحلُّل والفناء سبحان الله العظيم ومنها ما أكرم الله به مريم بن تعمران عليهم السلام من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب مشغولة بخدمة المسجد الأقصى حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنّا لك هذا قالت هو من عند الله وكذلك حملها بعيسى عليه السلام بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك ثانياً أن وقوع الكرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنّ تلك الكرامات لم تحصُن لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم الله عز وجل بارك فيها وسيرهم وسيرهم على هديهم ثالثاً أنّ كرامات الأولياء هي البشرى التي عجَّلها الله لهم في الدنيا فإن المراد بالبشرى كلُّ أمرٍ يدلُّ على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة والمشاهدة أكبر الدليل وأنكرت الفلاسفة الفلاسفة كفار وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا موجودة الأنبياء قال المعلِّق الفلسفة باليونانية معناه محبَّة الحكمة والفيلسوف هو فيلا وسوفا وفيلا هو المحب وسوفا الحكمة أي هو محب الحكمة وفلاسفة العرب من اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالاتهم كأرسطو طاليس وأفلاطون وغيرهما ومن فلاسفة العرب ابن رشد وابن سيناء والرازي الطبيب وغيرهم وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ومجزاتهم ولا الأولياء وكراماتهم نعوذ بالله من الضلال وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة طائفة ضالة وبعض الأشاعر بدعوى التباسها بالمجزة وهي دعوى باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة لكن يجب التنبُّه إلى أن ما يقوم به الدجاجل والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوِّفة من أعمال ومخاريق شيطانية بعض من يدَّهي التصوِّف دجَّال يلعب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل لكن يجب التنبُّه إلى أن ما يقوم به الدجاجل والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يُسَمُّون 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 أنفسهم بالمتصوِّفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء الدجَّالون أولياء الشيطان فيجب أن نحذر من هؤلاء الدجاجل فصلٌ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً أي اعتقاداً وعملاً واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال المعلق رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجا والحاكم رحمهم الله من حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه فيجب التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم والبعد عن البدع والضلالات ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف النأس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ويؤثرون ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسمًا لنفس القوم المجتمعين والإجماع والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم أهل السنة يزينون من الوزن بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين يوزن بالكتاب والسنة والإجماع فإن وافق فقبل وإن خالف ترك والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة قوله ثم من طريقة أهل السنة هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة أولها كتاب الله أز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار والانتشار وظهور البدعة والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيًا كان قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف هؤلاء أهل الضلال وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل الرأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقي فالطريق الوسط هو التمسك بالكتاب والسنة والإجماع فصل ثم هم أهل السنة والجماعة مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريع ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أهجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويأتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون أن يحثون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحقنا وبغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن صفسافها أي أراذلها وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسن وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم جمع المؤلِّف رحمه الله في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلَّق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عُرِف حُسنُه بالشرِّ والعقل والنهي عن المُنكر وهو كلُّ قبيه عقلًا وشرعًا على حسب ما تُيجبه الشريعة من تلك الهريضة كما يُفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليُعيِّره بيده فإن لم يستطِع فبلسانه فإن لم يستطِع فبقلبه وذلك أضعفُ الإيمان ومن شهود الجُمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيًا كانوا لقوله عليه السلام صلُّوا خلف كل برٍ وفاجر قال المُعلِّق ضعيف سندُه ضعيف ومن النُصح لكل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم الدينُ النصيحة ومن فهمٍ صحيح لما تُوجِبه الأخوةُ الإيمانية من تعاطفٍ وتوادٍ وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يُشبِّه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المُؤمنين بالبنيان المرسوس المُتماسِك اللبِنات أو بالجسد المُترابِط الأعضاء من دعوةٍ إلى الخير وإلى مكارِم الأخلاق فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشُكر على النعماء والرضاء بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره قال الشيخ الإسلام رحمه الله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمَّته ستفترِق على ثلاثٍ وسبعين فرقا كلُّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديثٍ عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي اللهم جعلنا منهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسِّكون بالإسلام المحض الخالِص عن الشَّوب هم أهل السنَّة والجماعة اللهم جعلنا منهم وثبِّتنا على الإسلام وفيهم الصديقون والشُهداء والصالحون ومنهم أعلامُ الهُدى ومصابيحُ الدُّجاء أولو المناقب الماثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وهم الذين يجددون الدين ويدعون الناس إليه وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق منصورة لا يضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهبَ لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلَّى الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم التسليمٍ كثيرًا قال وأما قوله وفيهم الصديقون فالصديق صيغةٌ مُبالغة من الصدق يرادُ به الكثير التصديق وأبو بكرٍ رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة رضي الله عنه وأما الشهداء وهو جمع شهيد وهو من قُتِل في المعركة وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلُف بعضهم بعضًا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث يبعَث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها هؤلاء من الأبدال الذين يجددون الدين ويدعونا إلى الدين قال المعلق قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف اسمه كتاب أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنُقَباء والنُجَباء والأوتاد كلها باطلة التي يدعو إليها الصوفية كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ بهذا على الصوفية الذين يزعُمون أن هناك أبدالًا سبعة يتحكَّم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأبل الغوث والنُجَباء أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهم الذين عرَّفهم الشارع أن الدعات إلى الله الذين يجددون الدين ويدعونا إلى الدين قال المؤلِّف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نرجع من أول كتاب صفحة 74 بسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة هل هي آية من كل سورة افتُتِحَت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرُّك بالابتداء بها والمختار القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور واتفقوا على أنها بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براء لأنها جُعلت هي براء والأنفال كسورة واحدة والباء في باسم للإستعانة باسم الله أي نستعين بالله وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلاً وقدره بعضهم اسماً والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك وقال باسم الله مجريها ومرساها ويحسن جعل المقدر متأخراً لأن الاسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركاً به والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييناً له أو تمييزاً واختلف في أصل اشتقاقه يعني الاسم فقيل إنه من السمى الاسم مأخوذ من السمى بمعنى العلامة وقيل من السمو أي العلو وهو المختار وهمزته همزة وصل بسم الله وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى التسمية فعل المسمى يقال سميت ولدي محمداً مثلاً وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقهم أنزايد لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمي ليس بشيء هذا الكلام ليس بشيء لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به فالمراد التبرك بالافتداء بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة الله قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائل الأعلام المحضى التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها والصحيح أنه مشتق واختلف في مبدأ اشتقاقه فقيل من ألها يا أله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة فالله الإله أصله الإله أي المعبود سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر